طيب تعالوا بس عشان الوقت بياخدنا عايز اسألكو على جوزوالدو فريرا الموديل فني الحالي لنادي الزمالك عودته مرة اخرى كواليس عودة جوزوالدو فريرا اتكلمت على فكرة ان كارتيرون كان عارف انه هيرحل عن نادي الزمالك اعتقد وتصوري بس ده مش معلومة ده توقع وانت اكد هالي ان كايت معلومة ولا اعتقد ان الزمالك كمان كان عارف ان كارتيرون ماشي والتوقع ان جوزوالدو فريرا مفاوضات معا ما حصلتش فجأة يعني اكيد كان فيه خدوط التصالي المفتوحة عشان برضو جيب سؤال طبعا من بعد الانتخابات الاخيرة في نادي الزمالك في جيس الدارة وكان فيه استراتيجي هما حطينها عشان خاطر لازم يجيبوا صفقة النجم صفقة النجم المرة دي كانت في المدير الفني واحد زي فريرا واحد من الناس اللي عشقتها الجماهير ورغم الخلافة السابق ما بين رئيس النادي وما بين فريرا قبل ما يرحل اللي ان هو ما كانش بالنسبة له تنحى جريمة في الجزية زي كده وحب ان هو بيخدم الفرقة وحب ان هو بيجيب مدرب كبير مدرب باسم كبير واسم نجم في حد ذاته علشان مهما كان ان كان فيه خلاف بس ده تلمى في مصطحة الفرقة ودي حاجة تحسب لمرتادة منصور فانا شايف ان هو كان بالفعل اقام موجود ويمكن اللقاءة المفاوضات دي هو امير مرتادة منصور ووضحوا لي فريرا ان الوضع يتغير وان فيه سيستم دلوقتي في الفريق وان فيه اتجاه قوي ان هو كل السفقات اللي فترة اللي جاية تبقى بتدعيم بشكل كويس للفرقة وهو قريدي كان شايف ومتابع الفرقة بشكل كويس لان هو الرجل محب وعاشق لناتز مالك ويمكن سبب من اسباب ان هو يرجع تاني لناتز مالك هي زوجته اللي هي كانت حبة او عشقة الايشة في مصر ويمكن صفصرت على الحاجات كتير ابل ما تيجي وده اللي ممكن لقرب وفريرا من المدربين الكبار جدا ناس كتير بتعترض او بتتكلم على سنه ان هم عدل 75 سنة بس انا بقول ان التدريب جديد او التدريب الحديث الفترة الاخيرة مش ان انت بتدرب بنفسك انت ببقى ليك مجموع من المساعدين من توك ناس كتير او تدريب الحديث والتدريب قديم بالزط يعني نديل الفني عادة مش هو مثلا ينزل يعمل احمات لا ما احنا عندنا فصر يا غير احنا عندنا فصر لسه سموصناش عشكرا بقول لك التدريب الحديث وكان عندنا فصر حد دلوقتي لسه المدرب لازم يبقى موجود ويتصور وبيجرب على اللعيبة لا فالفكر في كده تغير فكرة تحليل الاداء دلوقتي سهل الموضوع بشكل كبير جدا سهل لكل واحد يعني انا اعرف ان كارلس كوروش يعني بيقض يصدر كل يوم كان فترة المنتخب فترة المعسكرات لثلاثة بالليل ويقطع الفيديوهات لكل لعب يقول له انت اخطائك كان كذا مفروغ انت في التدريب تجري كذا بطريقة فرنية او تلعب بطريقة بشكل فلاني يكونها بشكل فلاني وده اللي بيعمله معا محل الأداء اللي هو محمود سليم فده في حد ذاته هو ده التدريب الجديد انت ازاي تقدر توزف كل واحد بطريقتك وفي نفس الوقت انت بتمشي بتزيزيش مجهود وده يكون اني فريرا رجع في حاجة زي كده فيكون ان هو كان فكرته كانت مشكلته او اللي اخر شوية المفاوضات في الجزئة زي كده ان فريرا الاربع المساعدين اللي كان عايز يجيبهم معاه وهو جاي كلهم كانوا شغالين في اماكن تانية فاضطر ان هو يستغنى ما يجيبش كل الفريق العمل اللي هو كان متعود ان يعمل معاه عشان كده جاب جزء منه بس وي بدأ وي طبعا كابتون سامنة بيه موجود معه كابتون سامنة بيه هاستمر هتوقع لا هتوقع لا هتوقع لا لان اللي جاي اسم كبير اللي هو مساعد بداع فريرا جزي روي فده مدرب كبير واسم كبير مش هتوقع ان هو مش هيبقى مساعد اللي كابتون سامنة بيه وممكن تبقى هنا يبقى فيه خلاف على المساميات وعلى التكلفات زي ما انت شفت كابتون كارلس كيروش لما جاي وجاي براجل معاه هو اللي بيقوت ويمكن ديه تصريح كان غريب ان هو انا عندي التلات مساعدين مصريين قالها في تصريح غريب فبغض النظر عن كده كل دايما مدرب الأجنبي بجاي عارف المساعد بتاعه هو اللي بيعتمد عليه بشكل غريب فيك تبقى مسئلات ان انت مساعد مدرب او مدرب عام دي عندنا في مصر احنا بس هو هيعتمد على مدرب يعني اسم كبير عنده حوالي 59 سنة تقريبا او حاجة فبالتالي لا انا اتوقع ان ممكن بسبب كده كابتون السلامة ما يكملش لكن هنشوف لان كابتون السلامة من مدربين الرائعين قرويا ويبقى يعني ما كانش عنده مشكلة ان هو عشان خطر الزمالك يكمل او عشان خطر الزمالك ان هو يبقى يقبل ان هو يبقى في الجهاز المساعد لكن فكرة التكلفات وان ان انت هتبقى موجود ويبقى ليك دور ولا هتسخن الاحتياطي هو ده اللاهبان مع عبدات التدريبات اشتركوا في القناة